ونزاك احنا قاعدين عشان نفرح بحضرة النبي وقلنا ان اول حاجة نفرح بيها عشان ندرب نفسنا ونعلم نفسنا ان احنا نجدد فرحتنا بحضرة النبي كان اول حاجة ان احنا نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس كتيرة بتقولوا احنا ما نعرفش رسول الله رسول الله اوسع من ان حد يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج ان انت تعيش معه عشان تعرفه على الدوام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتعرفش بالإراية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتعرف بالحياة لأن حضرة النبي حياة فلما ابتدينا نعرف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدينا نعرف نعمة حضرة النبي لازم نأكد على كده حضرة النبي نعمة حضرة النبي مش فقط جاءنا برسالة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مجمع نعم الله سبحانه وتعالى ولذلك لازم في كل ربيع وفي كل نفسه وفي كل يوم نتعرف على نعمته صلى الله عليه وسلم عرفنا نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني حاجة لابد أن نذوق نعمته صلى الله عليه وسلم إزاي نذوق نعمته؟ حضرة النبي بعرفنا عن نفسه يقول إنما أنا رحمة ومهدى يعني إيه؟ يعني أنت لازم تعيش طول الوقت وأنت حاسس أن كل الرحمة اللي بتحصلك دي سرها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولازم تدوء ده تدوء ده ازاي؟ تدوء ده لما تكون قلبك موجوع فتجد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك شيء يطيب خطرك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبها الله عليك وتفهم أن ربنا فعلا بسر حضرة النبي فتح لنا كنوز الرحمة فتح لنا كنوز الرحمة فبقينا في رحمة الله وكتب ربكم على نفسه الرحمة فيبقى الحال هو إيه؟ أن أنت في رحمة على كل حال أنت في رحمة على كل حال وده معناه إيه؟ دوء بقى الرحمة دوء الرحمة في أنك أنت تمشي مع حضرة النبي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هذا كنز فتح لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كنز أن أنت تكون مرحوم وبترحم هذا الكنز فتح بسر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده لابد أن تزوق هذه الرحمة